اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح لبرونزي الفاتح الرمادي نمزج الأشقر الرمادي الفاتح مع الأشقر الثلجي ونضيف مقدار 30% من الأكسجين لبرونزي الغامق الرمادي نمزج الأشقر الرمادي الفاتح مع 30% من الأكسجين ويمنع إضافة أي ألوان أخرى للصبغة البني الفاتح نمزج البني الفاتح مع الأشقر الثلجي مع مراعاة إضافة 40% من الأكسجين أما البني الغامق فنمزج البني مع الأشقر الرمادي ونضيف مقدار 30% من الأكسوجين البني الغزالي نمزج الأشقر الرمادي العادي الفاتح أو الأشقر الرمادي الفاتح مع الأشقر المتوسط وإضافة 30% من الأكسوجين العسل الفاتح نمزج الأشقر البندقي مع الأشقر الثلجي الفاتح ونضيف مقدار 30% من الأكسوجين البني البندقي المتوسط نمزج الأشقر الرمادي الفاتح مع الأشقر الثلجي وإضافة 30% من الأكسجين البني البندقي الفاتح نمزج الأشقر الرمادي الفاتح مع الأشقر الثلجي ونضيف مقدار 40% من الأكسجين أما الأحمر الفاتح جدا فنمزج الأحمر مع مقدار 30% من الأكسجين الأحمر الفاتح نمزج الأشقر الرمادي الفاتح مع الأحمر ونضيف مقدار 30% من الأكسوجين الأحمر الغامق نمزج الأشقر مع الأحمر وإضافة 20% من الأكسوجين الأشقر المتوسط نمزج الأشقر الثلجي مع البني ونضيف 30% من الهيدروكسيد الأشقر الثهبي نمزج الأشقر الثهبي مع الأشقر الرمادي الفاتح وإضافة 30% من الهيدروكسيد انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات